الناس دا تموت في العراق ما عد دوا ما لفلا ونزا العراق ومن أربعين سنة يتعرض لأخطر كارثة بيئية بتاريخ البشرية ولما أقول بتاريخ البشرية هذا ليس مني إنما هذا بثبوت بدراسات وتحليلات وتقارير علمية من جهات دولية نتيجة لمسلسل الحروب العبثية الطويلة على مدى أربعين عام هذه القصة ابتدأت من مفاعل تموز بالإثمانينات إلى التسعين واحد وتسعين إلى الفين وثلاثة حينما استخدمت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة المحرمة والتي فيها يورانيوم منظب وأدت إلى إشعاعات نووية ويورانيوم تسبب بالآلاف من الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية وبيئة غير نظيفة هذا الملف مسكوت عنه إعلاميا وكنت أنا قد سمعت من هذا ومن ذاك ولكن لا كان أحدا يجرؤ أن يظهر ليطلع الناس على الحقاب فعلا الحقيقة مرة ولكن الاستمرار مع هذا الحال هو الموت صامت دون أن نبحث بالأسباب وهناك أسئلة خطيرة ليش على مدى عشرين عام بهاي الحكومة لا حق التجرى أن يفتح هذا الملف أو أن يخصص له مبالغ وتخصيصات لأنه الناس دا تموت والمشكلة السرطانات علاجها غالي ومكلف في العراق ما عد دوما الفلاوانزة بل الأدهى من هذا وستشاهدون وتسمعون أن هناك وزارات قد مارست الفساد أيضا بقضية المكافحة الفساد ليش وهاي الليش صارت لازمة ببرنامج من بغداد ما حد يدري ما حد يعرف ما أنتو دا ما تدرون هناك من قدم إليكم تقارير موثقة بالأرقام هسا سكدت على شعبكم يموت لأنه أنتو با مهتمين بهذا الشعب العدل والمات مو مهم بس المهم مش قد يطب بل القاسة وراح أظل أنا أكرر هذا القول دائما لأنه عدكم الآن ومن سبقكم حياة العراقيين رخيصة ما قدرتوا تحموننا ما قدرتوا تطيبوننا جيبوا تعويضاتنا من العالم ترجمة نانسي قنقر حياة عفوة